اشتركوا في القناة 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 والله يحب اشتركوا في القناة 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 ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يفروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء ظن مغفرة وتمّروا بهم وجنات وجنات تجري من تحت ذا الأنهار ونعم أجر العاملين أولئك جزاء ظن مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت ذا الأنهار ونعم أجر العاملين ودخلت من قللكم تمنوا فسيروا في الأرض فانظروا كين فكان عاقبة المكرّبين هذا بيان للناس وعهدى وموعرة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمتسكم قرح فقدمت فألقعوا مقرح مثله وتلك الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليحلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم سهداء والله لا يحب الوالمين وليمحط الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم القاضين ولكد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقواه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل قبل جرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل قد خلت من قبل قبل جرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أحقابكم أفإن مات أو قتلا من قلبتم على أحقابكم ومن ينقلب على أحقابه فلن يضر الله عذا شيئا قد خلت من قبل قبل جرسل قبل جرسل قبل جرسل قبل جرسل قبل جرسل وما محمد إلا رسول قد خلت قبل جرسل قبل جرسل والله من قبل قبل جرسل أفإما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا وتيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذل الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يورد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يورد ثواب الآخرة نؤتيه منها وتنجذ الشاكرين وتنجذ الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وتنجذ الشاكرين ومن يورد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يورد ثواب الآخرة ومن يورد ثواب الآخرة نكتئ منها وتنجذي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ردبيون كثير فما وزنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وكأي من نبي قاتل معه ردبيون كثير فما وزنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدقت ربنا صدقت ربنا وبلغ نبيك ونحن على إخوة المؤمنين فقد استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر في هذا اليوم العظيم المبارك من شهر رمضان العظيم استهللناه بتلاوة قرآنية مباركة مما تيثر من سورة آل عمراني تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباصط محمد عبد السمد اشتركوا في القناة